الحكومة الموريتانية تستعرض حصيلة برنامج الرئيس محمد الشيخ الغزواني تعهداتي خلال السنوات الثلاثة الماضية من حكمه حصيلة تقول الحكومة إنها أظهرت تقدما كبيرا في تنفيذ البرنامج وتحسنا ملحوظا على كافة المستويات رغم تأثير جايحة كورونا والحرب في أوكرانيا وما صاحبهما من تداعيات فعلى المستوى الاقتصادي حفظت الحكومة على التوازنات الاقتصادية الكلية الرئيسية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تقدر بـ 2.4% حسب ناطق باسم الحكومة أما على المستوى الاجتماعي تقول الحكومة إنه تم إحراز تقدم كبيرا في مجالات الأمن الغذائية والنفاذ إلى الطاقة ومياه الشرب والتعليم والصحة ارتفع المعدل الصافي للتمدرس من 77% سنة 2017 إلى 70% سنة 2022 وارتفع نسبة النجاح من 47.300 إلى 55% بالمقارنة من 2019 إلى 47.300 إلى 2022 إلى 55% ويضا تقدم مهمة في نسبة النجاح لتعطي قياس الأداء المنظومة التربوية المجال الصحي عندما يذكره أعلنت تأمين الصحي يشمله 30% من المواطنين أما في مجاله مياه الشرب والطاقة فقد طرأت تحسينات كبيرة خلال الأعوام الثلاث الماضية يضيف الناطق باسم الحكومة انتقل فيها معدل نفاذ الكهرباء من 46% سنة 2019 إلى 50% سنة 2022 ما يتعلق بالماء تم توصيل 280 ألف أسرة وفي المجال تضاعف بالمقارنة مع 2019 كما شملت الحصيلة أيضا معطيات تتعلق بالإنجازات التي تم إجازها في مجالي القانون والحقوق خلال ثلاث سنوات من مؤمورية رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر